اصرع فطيرة هتحضريها من غير خميرة من غير فرن من غير اي مواد معقدة هتحضريها في دقيقتين بس بكوباية من الدين هتبقى جهزة عندك بجد روعة جدا ليل فطور للعشاء لجوع نص الليل تبعيني للنهاية سكر الله صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وانه بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي معلقة كبيرة من الزبادي لو مش موجودة هنحط ربع كوباية من الحليب عليها رشة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر وحنحط نص معلقة صغيرة من البكينج بودر ولو عندك حليب بودرة حطي معلقتين صغيرين ولو ما عندكيش ما فيش مشكلة هنلغيه خالص من الوصفة وهنقلب المكونات دي مع بعضا كده لحتاجنا خميرة ولا حاجة وبعد كده هنبتدي نضيف الدقيق هنحط كوباية من الدقيق طبعا لما اقلب كده لو حسيت انها محتاجة مية هنضيف مية مية عادية خالص لان ما فيش خميرة طبعا وهنحط حوالي معلقتين كبار من الزيت ونضيف المية شوية بشوية لغاية ما تتجمع عندنا العجينة وتبقى كورة سهل تشكلها خلاص الجماعة عندنا بالشكل ده وحتاجت غير حوالي ربع كوباية من المية هسيبها بس سترتاح شوية خمس دقيق او عشر دقيق وبعد كده هقسمها اتنين وهنفرد اول قطعة حطي جواه الحشو اللي انت تحبيه انا كان عندي ميكس جيبا حطيتها جواه وقفلتها كورة بالشكل ده وبعد كده هنبتدي نفردها بالنشابة هنعمل الكورة التانية بنفس الطريقة عشان نحضر فترتين من كوباية دي اللي استخدمناها هنفردها بالشكل ده والقطعة التانية برضو هنفردها بنفس الطريقة ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك بعد كده هتصل على النار وهنديها كده سنة صغيرة من الزيت او حطي سنة بسيطة من السمنة او الزبدة زي ما تحبي بس طبعا السمنة او الزبدة هتديها اناك هقفضل بكتير بعد ما نحطها بالشكل ده والطبس هتسخم معينا هنجيب اول فتيرة موجودة معينا وهنحطها وطبعا تقدري تشكل في الحشوة زي ما تحبي اللي انت عاوزين مش هتاخد معيك يعني غير ثواني بسيطة خالص يعني دقيقتين كده وهتبقى استويت معيك هنخلي النار هدية علشان خاطر تستوي معينا وهنقلبها عن ناحيتين لغاية ما تتحمر وتوصل للدرجة اللي احنا عاوزينها وزي ما قلتلك تقدري تستخدمي الحشوة اللي انت حبيها هتقلبيها على الناحيتين كده لغاية ما تخلصيها وهنعمل برضو القطعة التانية بنفس الطريقة بجد رحتها وطعمها تحفة جدا مع علاقات الزبادي اللي ضفناها بتخلي ليها طعم كده مميز هتشوفيه بنفسك لو جربتي وبتطلع معيك طريقة ولذيزة جدا تقدري تحضرها في اي وقت من اليوم بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة وده بيبقى شكلها معينا بجد تحفة جدا رحتها تحفة طعمها تحفة كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى لكم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته